السؤال الرابع عندما يتغير شكل المادة او حالتها ولا تتغير هويتها هذا يسمى تغير فيزيائي ام تغير كيميائي ام خاصية فيزيائية ام خاصية كيميائية انتبه عزيز طالب نحن نتحدث عن تغير في شكل المادة وحالتها ولكن لا يتغير هوية المادة او تركيب هذه المادة نعم احسنتم عزيز طالب هذا يعتبر تغير فيزيائي مثل عمليات الانسهار أو التجمد أو التبخر أو التكثف وهكذا